أيام قليلة تفصلنا عن إعلان قائمة المقبورين في الجامعات الرسمية الأردنية والتي ستأتي بعد تقدم نحو 37 ألف طالب للالتحاق بتلك الجامعات وسطا تحد يتكرر كل عام والذي يتمثل بالتخصصات المشبعة والراكدة والتي يلجأ الكثير من الطلبة إلى الإقبال عليها على الرغم من أن فرص عملهم بعد التخرج ستكون ضئيلة للغاية آراء طلبة جامعات وناجحين في امتحان الثانوية العامة تبينت بين من رأى بأن إجراءات القبول في الجامعات تتم بيسر وسهولة وبين من يرى بأن هناك غياب للعدلة بين الطلبة في ظل النظام الحالي للقبول هي عادلة وغير عادلة لأنه ممكن فيه أشخاص ما يبذلوا كل جهدهم بالتوجيه بس يكون عندهم قدرات تطلبوها بالجامع فإنه يعني كمان لازم يأخذوا فرصتهم أنهم يدخلوا الجامعات يعني تأخذيش في الكل مثل يعني دحكي لك يا بني مشرمح اللي إله واسطة قوية شو ما كان معدله بسجل عمال اللي كان زي حالاتنا مثلا اللي فيش معايشي وبدو سجل له في جدارته ومعدله أي شيء عدل أو مش عدل بصراحة بالنسبة إلي كطالب موازي يعني سنة رابعة موضوع المكرومات نوعا ما في مكارم فيها عدل مثلا مكرومة الجيش نوعا ما هي عادل لكن في مكرومات بتأثر وبدخل فيها موضوع المعدل هاي بعتبرها بالنسبة إلي مش مش عادلة عشانه الطالب لدرس وجاب معدل معين وطالب درس جاب معدل أقل مش عادل إنه يدخل نفس التخصص وهذا ممكن تروح عليه مقعده بالمقابل هاتطال بياخد المقعد وهو ما أدى أو ما بذى مجهود منه يعني هي فيها عادل وما فيها حسب بس اللي بيجوا من دول تانية هم اللي بياخدوا حق أكتر يمكن إنه بس بيدرسوا بمصاريهم يعني مش كتير لأنه في ناس يعني مش كلي ناس بيكون معهم فلوس فممكن يعني مثلا واحد ما جاب معدل أو إنه نصيب التوجيهي وما يكون معه فلوس إنه بس هو بالأساس بس يكون شاطر بالوقت غير كمان تصلح التوجيهي صعب فمي مش كتير عدل يعني بصراحة غير عدل يعني بصراح فيه شوية تمييز بالموضوع يعني فيه كثير شغلات مثلا بلاع شائر ما مش كثير بيطلع لهم خاصة بلان أردني يعني شار أردني ما بكثير بيطلع لهم يعني فيه هنا كثير صحابي اللي بيعرفهم ما قبل لحد اليوم ما أحد يقبل لهم صراحة يعني هي على سنتنا إحنا لما كنا توجيهي بنظري كانت غير عادلة لأنه إحنا على سنتنا كان كثير فيه غش فالناس أخذت علامات أكتر ما هي بتستحق وكانت معدلات القبول بالعلالي فكثير ناس ما طلعوا الأشياء اللي بتهميهم لأنه القبول كان جدا عالي فالناس اللي ما غشوا نظلموا لا أنا بفكر أنه فيه تعادل يعني لأنه كل واحد بيأخذ حقه لأنه فيه بعض أنه ينجحوا طلاب ما بيأخذوا مستوى أنه بغشوا هيك مواضيع فأنه المجامعة هي بتقيم المعدل محدد للطالب يعني بس هاي اللي موضوع الفكرة كما يرى كثيرون بأن وجود الجميعات الخاصة هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى وجود الظلم بالقبول والدراسة وذلك من خلال اعتمادها على العنصر المادي بشكل أكبر من المعدل الدراسي الطلب المتقدمون يتنافسون على 30.941 مقعدا جامعيا متاحة في تسع جامعات رسمية بالإضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية محمد شعفوت الحقيقة الدولية محمد شعفات الحقيقة الدولية محمد شعفات الحقيقة الدولية محمد شعفات الحقيقة الدولية